تزيد من الإجراءات التعسفية بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس المحتلة عقبت عملية حاجز الزعيم العسكري حيث تنتهز إسرائيل كالعادة أي فرصة لتضييق الخناق على الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وزير الأمن القومي تمار بنكفير تعهد عقب تلك العملية بالمضي قدما في خطة توزيع السلاح على المستوطنين في خطوة تشجع عن ارتكاب جرائم أخرى بحق الفلسطينيين وتفتح المجال أمام حمل المستوطنين للسلاح في وجههم كما انتهز سموتريتش تلك العملية وطالب الحكومة بالمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية وصارعت الحكومة بدورها بالموافقة المبدئية لبناء حوالي 2350 وحدة في مستوطنة معلي أودومين و300 وحدة في مستوطنة كدار و694 وحدة في مستوطنة إفرات تزامن ذلك مع تقرير منظمة السلام الآن الإسرائيلية كشف تصاعد وطيرة الاستيطان في الضفة الغربية مشيرا إلى أن الاستيطان سجل أرقاما قياسية في العام الأول من حكومة نتنياهو كما لحظت المنظمة في تقرير ارتفاعا في الأنشطة الاستيطانية أيضا منذ 7 أكتوبر الماضي وقالت المنظمة إن تشكيل حكومة نتنياهو في ديسمبر من عام 2022 خلق ظروفا غير مسبوقة لتوسيع المستوطنات وأضافت أن ذلك شملت ترويج لعدد قياسي من خطط البناء والحدة الأدنى من إنفاذ القانون ضد النشاط الاستيطاني غير القانوني ورصد ميزانيات كبيرة والأهم من ذلك الدعم السياسي غير المشروط تقريبا للمستوطنين حتى في الحالات التي تنطوي على أعمال عنف ضد الفلسطينيين وتشير الأرقام إلى أنه في عام 2023 أنشأ المستوطنون ما لا يقل عن 26 بؤرة استيطانية جديدة غير قانونية 18 منها على الأقل عبارة عن بؤرة استيطانية زراعية واستنادا إلى معطيات منظمة السلام الآن فإن نحو نصف مليون إسرائيلي يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة و 144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي بالضفة الغربية بما لا يشمل القدس الشرقية المحتلة وأشهر التقرير إلى إقامة 9 بؤر استيطانية جديدة خلال نحو ثلاثة أشهر من حرب غزة من إضافة إلى 18 طريقا غير شرعيا موضحة أن جزءا كبيرا من البؤر والطرق وقيمت على أراضي فلسطينية خاصة وقالت السلام الآن إن إسرائيل تستغل العدوان على غزة لتثبيت الوقاء على الأرض وسيطرة بشكل فعال على مناطق واسعة في المنطقة جيم حيث يتم بناء الطرق والمستوطنات مع تجاهل الوضع القانوني للأرض وبالرغم من إجماع المجتمع الدولي على عدم شرعية بناء المستوطنات والتحذيرات الفلسطينية من مخاطر ارتفاع واتيرة تنفيذ إسرائيل لمخططاتها الاستيطانية وتأثيرات ذلك على تقويد حل الدولتين تمضي إسرائيل ضاربة عرض الحائط بكل تلك التحذيرات